أجرى المجلس الرئاسي اليمني أول تعديل حكومي منذ تفويض الرئيس السابق عبد الرب منصور هادي صلاحياته للمجلس في أبريل الماضي وطاول أربع وزارات في الحكومة وأطاحت التعديلات بوزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدسي الذي وين مستشارا عسكري لرئيس مجلس القيادة الرئاسي بينما يتولى لواء الركن محسن محمد حسين الداعري وزارة الدفاع إذ تم ترقيته إلى رتبة فريق كما شملت التغييرات تعين سعيد سليمان بركات الشماسي وزيرا للنفط والمعادن ومانع الصالح يسلم بن يمين وزيرا للكهرباء والطاقة وسالم محمد العبودي الحريزي وزيرا للأشغال العامة والطرق في المقابل فشلت المشاورات التي كانت مستمرة منذ أيام في الوصول إلى التوافق بشأن تغيير وزير الداخلية ويلاحظ كذلك أن الوزارات التي شملها التعديل جاءت من نصيب الجنوب اليمني إذن الأسماء التي أعلنت جميعها جنوبية ونال المجلس الانتقالي الجنوبي منها وزارتان هم النفط والمعادن والكهرباء في حين سلمت وزارة الدفاع لشخصية توافقية جنوبية وهو أحد قادة الجيش الوطني ومسؤول في وزارة الدفاع اليمنية هذه التعديلات تأتي في وقت تشارف فيه الهدنة الإنسانية الهشة في البلاد على الانتهاء بعد أيام قليلة دون اتضاح الصورة حتى الآن إذا ما كانت ستجدد بين الحوثيين والقوات الحكومية نسأل في هذه الحلقة عن خلفيات ودلالات هذا التعديل الحكومي هل هو نعكاس لخلافات داخلية في الحكومة أم دليل على توجه لتوحيد الجبهة المضادة للحوثيين وما أفاق الهدنة الهشة في الإمن وأناقش كل هذه الأسئلة مع ضيوفي أرحب بالسيد براء شيبان الباحث السياسي ينضم إلينا هنا في لندن وأيضا من عمان عبد الناصر المدع الباحث السياسي اليمني ومن شيفلد في بريطانيا عبر سكايب صالح النود ناطق باسم مكتب المجلس الانتقالي الجنوبي في بريطانيا أبدأ معك سيد صالح في شيفلد إذن كيف تنظرون إلى هذه التعديلات وما الهدف منها خاصة وأن هناك ملفات ربما أكثر راهنية وأكثر طارئية إن صح التعبير يجب على الحكومة الاطلاع بها على بعد أيام من انتهاء الهدنة الإنسانية نساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام أنا أعتقد أن التعديلات أتت متأخرة كثيرا بالنسبة لنظرة المجلس الانتقالي الجنوبي ونظرة الشارع الجنوبي في الحقيقة تطرقنا إلى هذه التعديلات الوزير الدفاع السابق محمد المقدشي كان من أحد الأسباب أو من أدوات الفشل في السابق وكان لابد أن يتغير وبشكل فوري وقت أو بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ولكن بعد أربعة أشهر يتم التعديل ولذلك هناك قلق كبير بالنسبة لنا من الوتيرة والبطء في وثيرة التغييرات التي تحتاجها المرحلة نحن أمام هدفين لابد للمجلس القيادة الرئاسي أن يحققها أولها هو معالقة الوضع الاقتصادي والمعيشي في المناطق المحررة كما تسمى الجنوب وأيضا بعد ذلك أو بذلك تأسيس أرضية لانتقال إلى الهدف الثاني وهو تحرير صنعها من مليشيا الحوثي للأسف كل المؤشرات إلى هذه اللحظة والمعطيات تقول بأن لم يتحقق شيء وبالتالي هناك كثير من علامات الاستفهام حول ما إذا كان مجلس القيادة الرئاسي قادر على أن يحقق هذين الهدفين والأهداف التي ينشدها الجميع شمالا وقنوبا ولكن ما زلنا متفائلون المجلس القيادة الرئاسي هو وسيلة وأداة مرحلية لمعارجة بعض الإشكاليات ستنقلنا إلى مرحلة أكثر وضوحا ووقتها سيتم الحديث عن تفاصيل الحلول بما في ذلك الحل للقضية القنوبية نعم سيد براء شيبان أيضا في لندن هذه التغييرات التي تطال وزارات سيادية ومفصلية لأي درجة ستنعكس هذه التغييرات على مسار الهدنة هل هي رصل الصفوف أم محاولة لإعادة توزيع عادل للنفوذ كما قال السيد أنود في شفل منذ قليل نعم أنا أعتقد أنه لا يزال من المبكر جدا ما بين من هو متفائل وما بين من هو مفرط في التشاوم الملس الرئاسي لا يزال لم يختبر ضمن التحديات الأساسية طبعا أكبر تحدي سيواجهه أنه ماذا سيحدث إذا لم تجدد الهدنة وإذا اندلعت الاشتباكات مجددا سواء في مأرب سواء في شبوة سواء في تعز وغيرها من المحافظات هذا التحدي الأبرز الذي إلى الآن ليس هناك أجوبة واضحة يبدو أن هذه الخطوة الآن استباق لإيجاد شخصية بالذات فيما يتعلق بوزارة الدفاع شخصية توافقية اللواء الدائري طبعا معروف أنه شارك في القتال ضد جماعة الحوثي في محافظة مأرب تحديدا وغيرها من المحافظات الجنوبية فهو يحظى بقبول إلى حد كبير علاقته جيدة مع كل المناطق العسكرية سواء في مأرب أو سواء في المحافظات الجنوبية لكن بالتأكيد هناك البطء الذي يتحدث عليه الإشكالية هي تركيبة المجلس عندما يكون لديك مجلس من ثمانية أعضاء بالتأكيد أنه سيأخذ وقت للمسألة أصعب بكثير عندما يكون هناك شخص أو اثنين وهم مسؤولين بشكل مباشر على اتخاذ هذه القرارات النقطة الثالثة التي ذكرها كذلك ضيفك وهي المسألة الاقتصادية أنا لا أعتقد أنه سيتم حلحلة جوهرية فيما يتعلق بالملف الاقتصادي ما لم يحسن ملف الحرب سواء بتسوية سياسية واضحة المعالم مع جماعة الحوثي أو معركة عسكرية كل هذه الأجوبة بالتأكيد لازالت حتى هذه اللحظة أنا بتقييمي كمراقب ومتابع لا يزال من المبكر الحديث عنها لأن الملس الرئاسي لم يختبر في ظل وجود معارك الهدنة شارفت على الانتهاء ربما أن هذه حركة استباقية لمواجهة ماذا إذا لم تجدد الهدنة ولكن هناك إذن حرص واضح على أن يتبقى المكونات التي هي منظوية ضمن المجلس في ضمن توافق كامل نعم سيد عبد الناصر في عمان هل هي كما تحدث سيد شيبان في لندن هل هي خطوة استباقية قبل نهاية الهدنة في ظل غياب أي أفق للخطوة السياسية التالية سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو حتى على المستوى المحلي أم أنها محاولة ربما لكسب الوقت بعض الشيء على الصعيد المؤسساتي على الأقل مساء الخير الزاهر وتحية أهلا بك يعني التعديل هذا أتى وفق رغبة لدول الوصاية في النهاية كما يعرف الجميع ليس هناك من سلطة يمنية منذ بداية الحرب لم تشكل سلطة يمنية حقيقية وإنما سلطة سورية يتم إدارتها من الخارج وبالتحديد من السعودية والإمارات هذا التعديل أخذ بعد أبعاد الصراع داخل المجلس ولكن في النهاية من حسم هذا الأمر هي السعودية تحديدا السعودية لأنها في الأخير هي من تمتلك عمليا حق القرار النهائي برغم أن الإمارات نفوذها العملي أكثر من السعودية لكن السعودية هي من تحسم الأمور وبالتالي عندما يحدث صراع داخل أو خلاف داخل أعضاء المجلس حول اسم رشح ما في نهاية المطاف إذا لم يتم الاتفاق فيما بينهم السعودية هي من تقرر من تضعه في هذا المنصب أو ذلك هذا فيما يتعلق بخلفية التعديل الوزاري أما ما يتعلق بالهدنة أعتقد أن الهدنة كل المنشرات تشير إلى أن الهدنة في طريقها للتجديد ما لم يكن للحوثيين هدف آخر لأن الآن الأمر منطب الحوثيين وليس الطرف الآخر لأن الهدنة هذه أتت برغبة سعودية بأن تتخلص من طابع الحرب السابق الذي كانت تدير به الحرب في اليمن وتحول الحرب إلى حرب يمنية يمنية وإضافة إلى ذلك هناك رغبة بتجميد الصراع رغبة سعودية إماراتية ورغبة دولية ومن ثم الأطراف جميعها من مصرحتها تثبيت الهدنة ما لم يكن للحوثيين رأي آخر ومن ورائهم إيران كمحاولة الهجوم على مناطق النفط والغاز في ماربو هذا هو الهدف الاستراتيجي الذي يخطط له الحوثي منذ انتهاء فترة الهدنة إذا كان الحوثي جاهز ويعتقد بأن الوقت مناسب في هذه الحالة سيرفض تجديد الهدنة ما لم فإن الهدنة ستجدد ربما يتم تعديل بعض التفاصيل هذه الهدنة لكن بشكل عام كل الظروف تشير إلى أن الهدنة ستجدد أما قضية الحرب لا أعتقد بأن هناك رغبة لدى السعودية ولا الإمارات بأن تكون هناك أي معارك جديدة ضد الحوثيين كلما في الأمر أن القوات الموجودة تحت سيطرتهم معدة لأن تكون في خانة الدفاع وليس في خانة الهجوم نعم سيد صالح كل هذه الإشارات تتحدث عن حالة من الركود السياسي إن صح التعبير التي تغطيها هذه الهدنة والتي توقع الكثير من المراقبين ومن ضمنهم السيد عبد الناصر كما تحدث بأن يتم تمديدها وبالتالي ما الهدف على المستوى العسكري أيضا من إعادة توزيع هذه الحقائب السيادية وعلى رأسها وزارة الدفاع هل هو تحضير لمعركة قريبة مع الحوثيين من قبل الأطراف المتحالفة تحت المجلس الرئاسي أنا في تقديري أن الحديث عن معركة عسكرية حاسمة مع مليشي الحوثي ربما قد انتهى هناك توجه نحو أن تكون هناك عملية سلام من المؤسف أن تكون هذه الهدنة وهي كلنا نبحث عن هدنة وعن سلام واستقرار ولكن في الحقيقة هي خدمة مليشي الحوثي بشكل كبير والمتضرر الأكبر من هذه الهدنة هو الأطراف المناهضة لمليشي الحوثي ففي الحقيقة استمرار الهدنة أو عدم ذلك هو سيخدم مليشي الحوثي لا محالة لما ذا لأن مليشي الحوثي على الأقل هي المسيطرة في الشمال وهي تعيد ما زال يواجه كثير من الإشكاليات في موضوع توحيد القوى للخوف في معركة ضد هذه المليشيات أو للدخول في عملية سلام الخطر الكبير حاليا هو أن تذهب الأمور نحو عملية سلام ومليشي الحوثي في هذا المستوى من القوى أو تعتقد بأنها في مستوى القوى وستدخل المفاوضات وهي تعتبر نفسها الأقوى ليس لأنها فعلا قوية ولكنها ستستعيد يعني كثير من الأمور لو دخلنا أو لتحدثنا عن حوار شامل ماذا سيعني ذلك سيعني ذلك بأن مليشي الحوثي ستعود إلى السلطة بطريقة مشارعنة وهي في الحقيقة لا تستحق أن تكون كذلك فأنا أعتقد أننا أمام معضلة حقيقية وعلى مجلس القيادة الرئاسية يتخذ قرار قريء إما أن يعد العدة لحرب تعيد موازين القوى حتى يدخل في عملية سلام موضوعية ومنطقية أو ستذهب الأمور إلى أن مليشي الحوثي ولا بد أن يكون فيه قرار بالنسبة لك القنوبي إلا نسمح بأن تعود مليشي الحوثي إلى الحكم مرة أخرى على الجنوب من خلال شرعنتها من عملية سلام ربما لن تحقق شيء إلا لمليشي الحوثي وبالتالي أنا أعتقد أننا معضلة حقيقية والمشكلة الكبرى أيضا الأخرى أن مجلس القيادة الرئاسية لم يهتم بالشارع القنوبي حتى تكون لها حاضرة لتدعمه في كل الاحتمالات القادمة الحديث عن أنه لا بد من أن يكون هناك حل عسكري أو سياسي قبل أن تتحسن الأمور في المناطق المحررة اتصاديا ومعيشيا أعتقد هذه استراتيجة خاطئة وستؤدي إلى أن يرفض الشارع القنوبي حتى تواجد مجلس القيادة الرئاسية على أرض القنوب في حال أن وجد بأنه أصبح مقرد أداني شرعنة عودة مليشيا الحوثي على المشهد وربما للعودة إلى الحكم بشكل أو بآخر فهناك كثير من التحديات ولا بد بمجلس القيادة الرئاسية أن يحسمها عاقلا قبل فوات الأوان في الحقيقة نعم سيد براء ضمن هذا المعطى تغيير الحكومي قرب انتهاء الهدنة ما مدى استعداد القوى القائمة بالفعل اليوم في اليمن أتحدث طبعا عن القوى الحكومية للدخول في عملية سلام أم أن خيار الذهاب إلى الاحتراب العسكري إلى حرب ربما شاملة أو عملية عسكرية موسعة ضد الحوثين تحديدا في صنعاء هو الخيار الأقرب للواقع إن صح التعبير يعني لا أعتقد أن هناك أي مراقب يستطيع أن يجزم بأي من هذه الفرضيات طبعا هناك سؤالين وهم أعتقد أكثر الأسئلة والأسئلة الملحة السؤال الأول ماذا سيحدث إذا قررت التحالف وتحديدا المملكة العربية السعودية والإمارات ترك الملف اليمني أو الخروج من المشهد العسكري في اليمن ما الذي سيحدث للجبهات التي تقاتل جماعة الحوثي وهل سيستطيع المجلس الرئاسي على الأقل أنه يحافظ على هيكله اسمح لي هنا نقاطعك هل هنا لك أي ملامح لهذا الافتراض الذي تتحدث عنه انسحاب السعودية والإمارات من المشهد العسكري يعني منذ لحظة تشكيل المدلس الرئاسي هذا هو التوجه المدلس الرئاسي مشكل حتى تبدأ المملكة العربية السعودية والإمارات بالانسحاب تدريجيا من الملف اليمني النقطة الثانية ماذا سيحدث أيضا إذا مثل ما ذكر ضيوفك لم يوافق جماعة الحوثي على تمديد الهدنة لأن هناك ربما تمدد الهدنة صحيح ولكن هناك أيضا خيار آخر أنه ربما لم تمدد هل سيستطيع المدلس الرئاسي في ظل المعطية الحالية أنه يواجه جماعة الحوثي عسكريا في كل الجبهات كل هذه الافتراضات لا زالت أنا كمراقب لا زال من المبكر الجزم بفرضيات ولكن كلها تحديات ما سيحسمها هو مدى قدرة أعضاء المجلس على الانسجام داخليا ومدى قدرة رئيس المجلس على ضبط إذا صح التعبير العلاقة التي هي داخل المجلس أن هذه مكونات عريضة لديها تواجد كبير في الشارع اليمني وفي الصحة العسكرية للصراع اليمني ولكنها تحتاج إلى توافقات حقيقية داخلية حتى تستطيع أنها تواجه الهيكلة العسكرية التي بالنسبة لجماعة الحوثي هي هيكلة موحدة منضبطة أكثر بكثير من الطرف الآخر نعم سيد عبد الناصر فعلا هذا السؤال الذي يتعلق بمدى الانسجام القائم بين أعضاء المكونين للمجلس الرئاسي والقوى التي يمثلونها لأي درجة هناك انسجام هل هي اتفاق أمر واقع صح التعبير بضغط من الدول الأقليمية سواء السعودية التي رأت الاتفاق أو الإمارات أو هو فعلا هذه الوحدة وليد التحاجة حقيقية في مواجهة الحوثيين ما مدى الانسجام الموجود الآن بين أعضاء المجلس الرئاسي هذا المجلس أتى برغبة إماراتية السعودية لم يكن لليمنيين أي دور في إنشاء هذا المجلس هي من الإمارات والسعودية هم من اختاروا أعضاء المجلس وهم أيضا من يمنح هذا المجلس السلطة الفعلية المجلس بحد ذاته لا يمتلك سلطة حتى سلطة حراستهم الشخصية لا يمتلكونها في داخل المجلس هناك قوة التي يتشكل منها المجلس قوة تابعة أيضا للسعودية والإمارات ولهذا المجلس هذا لا يمتلك أولا سلطة حقيقية أيضا هو مكون من مكونات متناقضة ذات أجندات متعارضة داخل هذا المجلس طبعا أهم مكون هو المكون الانفصالي والمكون الانفصالي لا ينسجم مع طبيعة وجود دولة أو تأسيس دولة أو محاربة الحوتي لأن لديه مشاريع متناقضة مع فكرة محاربة الحوثي أو استعادة الدولة من ثم الأمر كله منوط بإرادة السعودية والإمارات السعودية والإمارات قررت أن تخرج من الحرب بشكل مباشر الهدنة أتت برغبة السعودية بأن تنسحب من المشهد وأن تجعل الحرب تبدو للعالم يمنية يمنية لأن الحرب في حقيقتها ليست حرب يمنية يمنية هي حرب بدأتها السعودية والإمارات ودارت أدارتها بكل تفاصيلها السعودية والإمارات لم يكن للمكونات اليمنية أي دور في هذه الحرب سوى أدوات كانت جميع المكونات اليمنية هي أدوات للسعودية والإمارات هي من كانت تحدد لهم أن يتحركوا بهذا الاتجاه أن يتوقفوا هنا أو ينسحبوا كل هذه الأمور تمت ولا زالت بإرادة سعودية إماراتية إذن في حال أرادت السعودية والإمارات أن تجمد الوضع على حاله سيبقى الأمر منوط بالطرف الآخر وهو الحوثي وإيران هم من يمتلك الآن المبادرة يعني الحرب بعد هذه السنوات الطويلة انتصر فيها الحوثي عمليا لأن الحوثي هو أصبح من يمتلك المبادرة الأطراف الأخرى هي فقط في حال الدفاع يعني من أكثر من ثلاث سنوات أصبحت جميع الجبهات في حال الدفاع والحوثي هو الذي يهاجب وبالتالي الحوثي وإيران بيدهم الآن هل يقبلوا الهدنة أم يكون لديهم توجه بخرق الهدنة والذهب نحو معركة كل الأنظار أو كل التوقعات تشير إلى أنها ستكون في مناطق النفط والغاز في مار نعم يعني ضمن كل هذه المعتيات صيد صالح هناك يعني انقسام خفي داخل المجلس الرئاسي غير معلن على الأقل بسبب الظرف الذي يفرض على الجميع شكل من أشكال الوحدة لكن لأي درجة هناك انسجام على مستوى الرؤية السياسية بين المجلس الانتقالي الجنوبي وباقي القوى المكونة للمجلس الرئاسي في المجلس الانتقالي الجنوبي يرى وأعلن هذا الموقف منذ أن تم تشكيل المجلس القيادة الرئاسي أن المجلس هو أداة مرحلية للتعامل مع ظروف مرحلة معقدة ولكن بعدها ستختلف الأمور لن يبقى المجلس القيادة الرئاسي أو أن يكون الذي سيعيد الجمهوري اليمنية هي أداة لمرحلة معينة معقدة ربما هناك أطراف أخرى شمالية تعتقد بأنها من خلال مجلس القيادة الرئاسي ستعيد الجمهوري اليمنية من عدن وأعتقد هنا المشكلة ربما متى ما تقبلت هذه القوى أن الواقع يقول بأن الجنوب أصبح بيد أبناء الجنوب وقادر على أن يفرض واقع معين متى ما استدعت الظروف ومتى ما اعترف ذلك تلك الأطراف بأن بحاجة إلى الجنوبيين أكثر من أي وقت مضى ومتى ما اعترف بأن حتى لو استعدنا دولة الجنوب هو ليس الشيطان الأعظم بل الشيطان الأعظم هو مليشي الحوثي ولذلك علينا أن نكون معا كجنوبيين وشماليين لنعين القوى الشمالية وشعبنا وأخواننا في الشمال على تحرير الشمال من مليشي الحوثي المشكلة هنا أن ما زالت بعض القوى مصر على أن تبقى مسيطرة على الجنوب وعندها قابلية على أن تتعاون أو أن تلتقي مع مليشي الحوثي في المستقبل ولكن لا تريد ولا تقبل أن تتخلى عن الجنوب هنا العقلية التي تدار بها المرحلة من بعض القوى الشمالية وهذا ما يعيق إحداث تغيير حقيقي على كل المستويات لذلك أنا أعتقد أنه إذا استمرت الأمور على هذا النحو ربما خلال الأسابيع والأشهر القادمة سينتفض الشارع في الجنوب ولن يقبل مثل هذه المهزلة أن يبقى الشعب جايع ومهان ومعدب بشكل ربما متعمد ويطالب من الجنوبيين أن يقدموا أكثر من ما قدموا إلى يوم رحالة فأعتقد المرحلة أن الأيام القادمة والأسابيع والأشهر القادمة ستكون فاصلة بالنسبة المجلس القيادة الرئاسي على كل المستويات هل سيعني هذا في حال لم يتم الاستجابة لهذه المطالب أن المجلس الانتقالي سينسحب من المجلس الرئاسي هذا الجسم الجامع للقواء الوطنية الحكومية في مواجهة الحوثيين كما ذكرنا دائما ونقول بأن المجلس الانتقالي جنوبي هو مبثل لإرادة الشعب وفي حال أن الشعب الجنوب يرى بأن البقاء في هذا المكون الفاشل الذي لن يحق شيء لا في الجنوب ولا في الشمال فأعتقد أن المجلس الانتقال الجنوبي لا بد يكون إلى جانب شعب في كل الاحتمالات ولكن هذا لا يعني بأن المجلس الانتقالي قد تخلى عن المجلس القيادة الرئاسي بالعكس نحن نرى بأن نجاح هذا المجلس هو مهم ولكن ننتظر أن تكون هناك نفس العزيمة والرغبة من القوى الشمالية الأخرى نعم سيد براء هل تعتقد أن المجلس الانتقالي بإمكانه بكل هذه السهولة أن ينسحب من المجلس الرئاسي الذي تمت هندسته ضمن توافقات أقليمية راعية لهذا المجلس واقعيا لا أعتقد أن المجلس الانتقالي سيستطيع الانسحاب بهذه السهولة وبهذه البساطة حتى مع احترامي الشديد لضيفك الكريم وأيضا الفرضيات التي تتحدث عن موضوع الهدنة جماعة الحوثي مثلا تعتقد أن الهدنة خدمة الطرف الآخر تعتقد أنها كانت ترتيب لتشكيل مجلس عسكري لمواجهتها وهذا ما أعلنته أصلا جماعة الحوثي أن الهدنة خدمة الأطراف الأخرى ولم تكن هدنة حقيقية الإشكالية أن المرحلة التي يمر فيها من داخل عدن عدن الآن سواء الأعضاء أو أفراد المجلس الانتقالي يحب ذلك أو لا هي الآن العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية هذا هو الواقع الآن حتى هذه اللحظة ويجب أن تدار مؤسسات الدولة من داخل عدن ويعاد بنا مؤسسات الدولة من داخل عدن فكرة أنهم موجودين يعني الأعضاء الجنوبيين يمثلوا نصف أعضاء المجلس الرئاسي نصف الحكومة ولكن ليس لهم علاقة بالحكومة هذا التناقض لا يخدم لا المجلس الرئاسي ولا يخدم أداء الحكومة ولا يخدم حتى هدف ما يسموه استعادة الدولة كل هذا كلام حتى هذه اللحظة هناك جمهورية يمنية العاصمة المؤقتة لها عدن أعضاء المجلس الرئاسي متواجدون فيها هذا إذا ردنا أن نحتكم للإعلان الدستوري الذي وافق عليه كذلك عضاء المجلس الانتقالي الجنوبي تحديدا أما أنه فرضية طبعا كل واحد يستطيع أنه يفسر الاتفاق ويفسر الإعلان كيفما يريد سيد عبد الناصر هل تعتقد بالتالي ضمن كل هذه النوايا بالانسحاب لو صح التعبير كما يقول المتحدث الناطق باسم المجلس الانتقالي الجنوبي كما سمعت إمكانية الانسحاب وورقة الانسحاب لهذا المجلس من المجلس الرئاسي المشكل بالتالي هل يمكن نظر إلى هذا التعديل الوزاري الذي منح المجلس الانتقالي الجنوبي حقائب وزارية وازنة هو استرضاء لهم ليبقوا موجودين ضمن المجلس الرئاسي المجلس الانتقالي الانفصالي هو صنيعة خارجية صنيعة من قبل الإمارات وليس له لا حول ولا قول وليس بيده شيء إن أمر بأن يتصرف بهذا الشكل سيتصرف أو بنقيضه لا يمتلك قرارهم كما أن الآخرون أيضا نفس الشيء اليمن هي في عهدة السعودية والإمارات وأي شيء يحدث في اليمن المسؤول عنه قانونا وسياسيا هي السعودية والإمارات تفكيك الجمهورية اليمنية هي جريمة يتحملها التحالف الذي يساهم بتفكيك الجمهوري اليمنية ليس هناك ما يقول الأخ صالح سننسح بأخ صالح أنتم لستوا أسياد قراركم القرار في الأول والأخير هو بيد وصيكم الخارجي كما هو حال بقية القوى الأخرى في اليمن لهذا نحن ضمن وضع تحت وصايا تحت احتلال سمه ما شئت لكننا لسنا مسؤولين عن أمورنا في الوقت الحالي شكرا جزيلا لك عبد الناصر المدع الباحث السياسي حدثنا من عمان وأشكر كذلك ضيوفي من لندن براء شيبان الباحث السياسي ومن شفد في بريطانيا الناطق باسم المجلس الانتقال الجنوبي في بريطانيا صالح النود بهذا مشاهدين نصل إلى نهاية للخبر بقية في أمان الله